اشتركوا في القناة وودنا نركز الآن على شباب جيل ما بعد الألفية والذي اختلفت لديه قوانين الفائدة والتكلفة فالآن الشباب يريد أن يترك بصمته وبسرعة فيفضل أن يأخذ مثلاً ما قيمته أو عائدة 10 دولار أكثر من أن يصبر لكي يحصل على 100 دولار بعد أسبوع وهذا مشكلة في هذا الجيل ولذلك نرى مثلاً أنه يميل إلى مثلاً ممارسات الآن الربح السريع ربح البيتكوين، البيتكوين، الألعاب أرباح سريعة أكثر منها أرباح منتجة في المجتمع ولا تأثير في المجتمع طبعاً هذا الأغلبية، لكن في شباب طبعاً أيضاً في كثير من دول العالم هم يعملون لبصمة أكبر، يعملون لأثر أكبر في الحياة فلذلك نحن لا بد أن نعرف ما هي طريقة تفكير الشاب الذي سوف نعمل معه لمنسق مشاريعنا في اقتصاد الشباب والذين سوف يعملون في الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد ذات العائد الربحي أو الرياضة الاجتماعية، كيف يفكرون هؤلاء الشباب في مرة ثانية الأثر الذي سوف يريدون أن يتركونا لأن من خلال معرفة ذلك سوف نعمل على تطوير عقلياتهم أو الاستفادة من عقلياتهم في الحقيقة إذا لديهم حياناً عقليات أفضل منه وتصور للحياة أفضل منه طبعاً وما عاد اليوم أن الحكمة فقط تكون عند الكبار السن قد يكون شاب صغير لديه الحكمة لأنه طلاعة أكبر من خلال التواصل الاجتماعي من خلال قدرة أن نوصول على الانترنت بشكل أسرع من خلال يمكن تعرضة لتحديات الحياة بشكل أكبر ونستطيع أن نصل ونستكشف هؤلاء الشباب ليس كما سابقاً نكتشفهم بعد فترات من أعمارهم لما يكونوا هم بدأوا ينتجون كتب كثيرة وكذا لا الآن نستطيع أن نجدهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب وغيرها فلذلك نقول أننا اليوم نحن في عصر انتقل من عصر الاستكشاف في القطاع الزراعي اللي استغرق طبعاً 7000 سنة وانتقلنا من عصر الاستكشاف في الامبراطوريات استغرق 2000 سنة أو الاستكشاف العلمي اللي استغرق 380 سنة خاصة من 1500 إلى 1800 وانتقلنا من عصر الاستكشاف الصناعي اللي استغرق 180 سنة من 1800 تقريباً إلى 1980 وانتقلنا من عصر الاستكشاف الآن المعلوماتي والاستغرق 70 سنة من 1950 أول مرة يعني اكتشف فيه أو يعني تم ابتكار الكمبيوتر فيه إلى 2020 تقريباً نستطيع أن نقوم الآن نحن نعيش عصر في الحقيقة عمق الشراكات عمق العلاقات الإنسانية وهو الذي سوف يأخذ 30 سنة تقريباً حتى يستغر من 2020 حتى 2050 ولذلك نقول أن هي فرصة أن في هذه السنوات القادمة نعمل على العصر القادم اللي هو من 2020 إلى 2050 ونعمل العصر ما بعد في الحقيقة 2050 اللي أتوقع أنه قد يأخذ من ذلك 30 سنة لحظة السنوات بدأت تقل يعني كانت من 7000 سنة 2500 سنة 300 سنة 180 سنة في العصر ثم 70 سنة ثم 30 سنة الآن نتكلم أن العصر ما بعده 2050 سوف يستغرق فقط 10 سنوات حسب نظرية أخوكم محمد بوحجي لأن نقول وهو عصر في الحقيقة استكشاف قدرات الذات وليس عصر الشراكات فقط يعني عصر استكشاف قدرات الذات وهو العصر الذي سيكون فيه ما بعد ذلك التفرد التقني والذات يعني رح يكون ربط بين التفرد التقني والقدرة على استخدام التقنية العالية معها استكشاف الذات وسوف يأخذ هذا العصر تقريبا ثلاث سنوات أتوقع ما بعده 2060 إذا نحن قد نتكلم على نوع من العصور هي الشباب لهم دور كبير لذلك نقول اقتصاد الشباب لا دور كبير في المستقبل عصر يجمع بوآم بين التفرد التقني والقوة الكامنة في الإنسان ما بعد 2065 وطبعا هذا العصر هو العصر الذي سوف يعني نلغي فيه سيطرة التفكير الرئيس مالي أنا أتكلم من 2050 يفترض إقل سطوته وبالتالي نلغي فيه الاعتماد على الموارد الخارجية ونبتدي نعتمد على الموارد الداخلية طبعا دور الشباب في هذا معناته نحن نحتاج الآن أن نصنع التحول في الاقتصاد الاجتماعي الذي يعد هذا الشباب لهذا المستقبل فنحتاج إلى شباب يتحول من فقط ممارسات يعني تبين أنهما عندهم فورة وطاقة وروح متجددة وعندهم نوع من التفكير العكسي وتوقيف ظاهرة مثلا سلبية أو تفعيل ممارسات غائبة في المجتمع إلى شباب لديها أفكار ومبادرات يرفع من القيم للمجتمعية ويصلح القناعات وهذا ما نتوقع أنه نحتاجه في مختبرات اقتصاد الشباب بحيث نعمل على عملة الشباب التي تدعم عملة اقتصاد الهام بمرامج تدعم التحول الاجتماعي التي تستفيد من روح وطاقة الشباب في الريادة وصناعة الفارق ولذلك أنا أقول أن نحن نريد أن نجعل الشباب يذهب ويستكشف ما حوله من المشاكل الاجتماعية ويربط ذلك بالأهداف الكبرى في الحياة ويربط ذلك بالأهداف الكبرى في الحياة فتتطور عند قدراته وتتطور وسائل التي ممكن أن يترك الأثر من خلالها في حياته من خلال تعرضها للمشاكل المجتمعية لذلك نستطيع أن نقول أن أهم أساسيات اقتصاد الشباب هو يبدأ بتحديد مساراتهم ما هي طبيعة المسارات التي يفترض أن الإنسان تكون عندها وهي يبدأ من خلال أن الشاب يكون عنده هدف محدد في الحياة كبير يريد أن يحققه ليس هدف التخرج وليس هدف العمل لا هدف أكبر من ذلك وأن العمل والتخرج أو التخصص ما هو إلا وسيلة لكي نصنع من ذلك الخيارات فالخيارات سوف تزيد عندما يكون عندنا شاب ذات أهداف عالية الخيارات سوف تكون بناء على المسارات المسارات الأثر التي أريد أن أتركها كشاب القيم المستهدفة التي أريد أن أتركها على مستوى المجتمع والوطن والأسرة والظروف وما يحدده التخصص أو الرغبة أو التجارب الجديدة من خلال ذلك أستطيع أن أبني الخيارات الخيارات التي سوف تزيد من الفرص من الاحتمالات من التصورات المستقبلية من طبيعة السعي للوظيفة من السعي للاستكشاف الرغبة في الاستقرار طبيعة الاستقرار التي أرغب فيه مرحلة انتقالية والمرحلة الانتقالية سوف أتحول فيها من مثلا العمر الفلاني للعمر الفلاني الرغبة في التجربة الجديدة لأن من خلال ذلك نستطيع أن نبني في الحقيقة دعم لصناعة القرار ونبني مشاريع تجربية هي تصنع في الحقيقة توظيف للمخرجات التي يستطيع أن يعمل عليها الإنسان ويصنع قراراتها بشكل سليم وذكي فهذه النوعية من المنهجيات هي التي تميز شبابنا وتجعلهم في الحقيقة عندهم قرارات أكبر في الاعتراف في القبول بالوضع الحالي تعامل مع الأزمات بشكل كبير عندهم قدرة على تحديد طلبات التحول عندهم قدرة على إدارة التحول والتغيير والتطوير بناء الرغبة والإرادة الجديدة المتجددة وضع خطة الارتقاء بالمجتمع والارتقاء بالذات أخذ وألغاء خيارات وربما مسارات محددة وهذا لن يتأتى إلا مرة ثانية من خلال التداخل مع الميدان والعمل على صناعة التأثير في الميدان إذا نحن نتكلم على مسارات وخيارات وقرارات واضحة من خلال أن نحن عندنا رؤية واضحة لمساراتنا في الحياة كطالب تخرج أو خريج أو باحث عمل عندي أنا في الأخير وضع نماذج لخيارات بديلة وعندي أيضا أن عندي عارف كيفية الاستفادة من الفرص ومن خلال التجارب الميدانية وكيف نتغلب على المحاوقات وبالتالي عندي تجربة تبين كيف أعيد ترتيب أولوياتي في كل مرحلة على أساس علمية سليمة هذا الوضوح الهدف هو الذي يأتي ويعزز لدينا شباب يبعد عن الكآبة يبعد عن التوتر يبعد عن الإجهاد شباب لا يقول لا أعرف مساراتي ولا خياراتي ولا أعرف عن لماذا موجود شباب لديه شعور بأنه حقق شيء وليس لم يحقق شيء حتى الآن أو يحس أنه لا يعترف بما حققه أو يستصغر ما حققه إلى شباب عنده مستوى من الإثارة عالي والتنبيه مع التحديات مع الجوائح يبعد عن التململ وعدم الرضا إلى شباب لديه التصور للأثر الذي سيتركه وعنده رؤية لأثر التغيير وعنده شغف وإصرار يصنع الفارغ في الحياة ويبني القدرة على الاستفادة من القوى الداخلية ويبني القدرة على الاعتماد على الذات والتعامل مع التحديات بشكل كبير هذا النوعي من الشباب أخواني خواتي هو الذي سوف يصنع لنا خريجين أهم يكتشفون مساراتهم وأيضا لديهم خيارات واضحة ومسارات واضحة وقرارات واضحة يصنعون خطوات بسيطة لكنها مستمرة تأتي في النهاية بنتائج كبيرة وأثر مميز على مجتمعاتنا وهذه الخطوات البسيطة تجعلنا نشعل في الحقيقة قدرتنا على مقاومة أي تغيير سواء في معداتنا أو مع مجتمعاتنا وتجعلنا نبعد عن أنواع الشباب الذين يجدهم اليوم اليوم إحنا مشكلتنا لأن الشباب ليس لديهم أدف واضح وليس لديهم آلية صناعة هذه الأهداف الواضحة وممكنات تجديد الأهداف نجد اليوم شباب في تخصصات لا يحبونها ولا يوجد لهم عمل نجد اليوم في الحقيقة وظائف لا تناسب شبابنا أو غير هم مرتاحين منها نجد اليوم شباب لا يوجد لها عند عمل ولا لديه دخل ولا يدري ماذا يفعل ونجد شباب هو على وشك التخرج ولكن يحس أنه لن يجد وظيفة أو لا يرتح من تخصصات ونجد شباب أنه هو دائما خائف من الوظيفة أو الرئيسة في العمل أو يخشى أن يتخلص منه بسبب يعني ضيق الموازنات نجد شباب يتردد على مراكز التوظيف ويقدم سيفي ماله أو سير تداتيه في عدة أماكن كأنه يعني يتسول ونجد شباب بدأ يتعلم الكسل ويجلس ما عنده عايش حل الكفاف ويعتمد على أهله أو يعتمد على المجتمع ويعتمد على المساعدات ونجد شباب هو يبحث عن حمل لفترات طويلة ونجد شباب أيضا محبط من الفرص المتوفرة وهو سائمة من الانتظار أو شباب يترك عمل أو يبحث عن حمل آخر كل فترة لا يعرف أين يستقر أو شباب قاعد يستهدف في الحقيقة أن يقتنص فرص ريادية ولكنه متردد كل هذه الأنواع من الشباب اليوم موجودين وبكثرة وقد يصلون إلى 70 إلى 80% في المجتمعات يعتمد على طبيعة المجتمع وطبيعة تحفيز الشباب طبيعة الخطط الوطنية الموجودة في هذه المجتمعات فلذلك نقول إخواني وإخواتي إحنا اليوم يفترض أن نعمل على بناء شباب يستطيع أن يتعامل مع التحديات في العصر الحديث والمستقبل منظور فبالتالي إحنا يجب أن يعرف الشباب أن اليوم ليس مستوى الجاهزية فقط أنه يكون خريجي متميز ولكن يفترض أن يعرف ما هو سوق العمل الذي يستهدفه وما هو سوق العمل المتوفر أو ما هو سوق العمل غير المفضل له أيضا لأن إحنا نعمل اليوم في سوق عمل هو متقلب وغير مستقر ومتجدد وبالتالي الفجوة تتسع كل يوم على علينا كأشخاص يعني كبشر أن علينا دائما أن نكون نبني قدرات يعني عالية وأن تكون قدراتنا متعددة التفكير والتخصصات يعني عندنا قدرة على الادابتيشن عندنا قدرة على الموائمة مع أنواع التحديات فكم أفرح لما أجد مثلا مهندس صناعي يعمل في بنوك أو يعمل في حين الإعلام يعني كأحد أبنائي أفرح ليش؟ لأنه أحس أن هذا النوعية من الشباب قد رتع على التأقلم هو أقوى ما فيه أن يتأقلم وكأن يصبح بالعكس هو أفضل من الناس الذين هما في ذات التخصص طبعا هذا لا ينطبق على كل التخصص مثلا في الطب صعب أنك تدخل الطب وانت غير طبيب ولكن أنت تستطيع أن تقدم خدمة لطباء بسبب كونك مهندس ومثلا عندك قدرة على تفهم الطب أكثر لذلك نجد الآن على السوشيال ميديا أفضل الناس الذين يشرحون مثلا القضايا الطبية قد يكونوا غير طباء قد يكون خلفيتهم يمكن عندهم بعض الخلفية كدرسوا مثلا بعض التمريض أو البيولوجي ولكن ترحهم يكونوا مميز أيضا اليوم نطلب نوعية من الشباب الذين يكونوا عندهم قدرة على حل المشكلات وعندهم حب الفضولية عالية الفضولية التي الهادفة التي نسميها الهادفة الفضولية التي تعمل مع التحديات فتستكشف من خلالها الفرص ولذلك نقول اليوم نوعية الشباب الذين سوف يبحثون في سوق العمل عن تخصصات متناسبهم فقط هم لن يصلوا إلى أكثر من 40% يحصلون على ما يريدون نحن نجد اليوم في دول الخليج أكثر من 40% دول الخليج بالذات والأغلبية أنات هما من الأنات وليس من الذكور ينتظرون ولا يحصلون على وظيفة إلا بعد سنتين فلاحظوا هاي في دول عربية غنية من أقوى دول العالم استقراراً وتوفراً وطبعاً دول ريعية ومع ذلك لا يحصلون على وظائفة إلا بعد سنتين فما بالك في دول فقيرة ودول في ذلك لازم نعد شبابنا ولازم نستعد إحنا كأقصاد إلهام دائماً يكون أهم حلولنا الواضحة في المجتمعات وفي الأقصال الاجتماعي هو استكشاف طرق لطرق عمل الشباب بطريقة مؤثرة وواضحة في المجتمعات أتوقع أعقف معكم أخواني وخواتي عند هذه الفاصل ونواصل معكم إن شاء الله في الجلسة القادمة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة